وفي الجوف ما زالت المواجهات في منطقة اليتمى ومناطق حدودية مع محافظة صعدة مستمرة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحثي وقالت مصادر قبلية إن المعارك أدت لسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين وحسب المصادر فإن المواجهات تركزت في الجهة الغربية من مديرية خب والشعف وفي مواقع فاصلة بين منطقة اليتمى ومديرية برط تستعر المعارك في محافظة الجوف ففي اليتمى تخوض الميليشيا حربا حشدت لها آلاف المسلحين وسخرت لها آلة عسكرية تبحث عن نصر سريع لكن هذا النصر لا يبدو قريبا فلا تكاد الميليشيا وقوات المخلوع تعلن السيطرة على موقع بذاته حتى يعود هؤلاء وهم من أبناء هذه الأرض لمفاجأتهم بعملية عسكرية تدفعهم إلى التراجع نحمد الله ونشكره على هذا النصر العظيم فقد ولوا الأدباط حاربين من مواقعهم المعارك في اليتمى والمناطق المحاذية تتزامن مع غارات لطيران التحالف آخرها تلك التي استهدفت المجمع الحكومي ومبنى المواصلات والتي حولته الميليشيا إلى تكنات عسكرية ومثل كل مناطق الصراع تخلف الحرب نزوحا جماعيا لعشرات الأسر لعل هؤلاء اشتاقوا لمنازلهم واللعب في قراهم لكن الحرب لن تدعهم فقد باتت قراهم بحسب الأخبار الواردة مسرحا للعمليات العسكرية وهدفا يوميا لضربات التحالف بعيدا عن الجو تشهد مأرب المعارك ذاتها وفق آخر الأخبار تمكنت المقاومة الشعبية مؤخرا من السيطرة على قمة جبلية تطل على طريق إمداد الحوثيين في مأرب مناطق كثيرة تعيش المعارك ذاتها وتتضاعف خلالها مأساة السكان لكن هذه التداعيات لن تتوقف إلا حين توقف الحرب أو زارها